في سياق نديسلة يتحدث الكثيرون في الآوينة الأخيرة عن عزم وكلاء السيارات مقاطعة صالون الجزائر الدولي الذي سيقام شهر مارس القادم كتعبير منهم أقول عن سخطهم من قرار العمل برخص الاستيراد وتخفيض حصصهم بخمسين بالمئة غير أن الوكلاء نفوا صحة هذا الخبر مؤكدين عن دعمهم قرارة الحكومة مدامت في صرح الاقتصاد الوطني أحمد محمودي وتفاصيل كلام كثير قيل حول استياء الوكلاء وتخوفهم من انعكاسات تطبيق رخص الاستيراد وتخفيض الكوطات بخمسين بالمئة وتأثيرها على مبيعاتهم ورقم أعمالهم غير أن لهؤلاء رأي آخر الانتصال كانت في المنزل الوكتر ومجرد المنزل لتعملها بطريقة أفكارية سيارات الدولي في الجزائر كان هو الآخر مادة تندسم لبعض الأطراف التي روجت أن معظم الوكلاء سيمتنعون عن المشاركة فيه بعد قرارات الحكومة وجهنا لهم السؤال فكانت الإجابة وإن كان خفض كمية السيارات المستوردة لن يمر دون ترك أثار غير أن النقطة التي اتفق حولها الجميع هي أن الإجراءات الجديدة ستعود بالفائدة على اقتصاد البلاد